فتاة جامعية أحبت ابن عمها حبا كبيرا ولكنه كان لا يبادلها نفس الحب بل كان يشعر بضيق كل ما رآها متبرجة وكان ينصحها أن تغطي رأسها وأن تصلي وتقرأ القرآن فلم تلتزم بما نصحها به وكانت الصدمة الكبرى لها عندما تزوج ابن عمها من فتاة فقيرة ولكنها تتق الله في كل قول وعمل بدأ حقد الفتاة على ابن عمها وبعد أيام من زواجه تزوجت وبسبب عنادها طلقت بعد ستة أشهر بينما عاش ابن العم مع زوجته حياة سعيدة وزادت سعادتهما بعدما رزقهم الله بطفلين جميلين وتمر الأعوام وتقرر ابنة العم الانتقام من ابن عمها واستطاعت أن تغري أحد أصدقاء ابن عمها بالمال ليذهب إليه ويشهد زورا أنه رأى زوجته مع ابن عمه أكثر من مرة فصدق الزوج كلام صديقه وطلق زوجته البريئة وانتهزت ابنة العم هذه الفرصة لتتقرب منه ولكنه لم يهتم بها بل زاد كرهه لها لأن أخاها هو من اعتدى على حرمة بيته على حسب ظنه وبعد شهر واحد يذهب صديق الزوج ويخبره بأن زوجته بريئة ويقسم له على ذلك فيعيد الزوج زوجته ويقول حسبي الله ونعم الوكيل بعد أيام قليلة تصاب ابنة العم بمراض شديد وتذهب إلى ابن عمها وزوجته وتطلب منهما العفو عما بدر منها فيسامحاها ويدعوان لها بالشفاء فرحت ابنة العم كثيرا بعفو ابن عمها عنها وتغيرت كثيرا وتابت إلى الله والتزمت بالحجاب وبالصلاة وبعد أيام يذهب إليها ابن عمها وزوجته ويرشح لها ابن عمها صديقا له صالحا كانت زوجته قد توفيت وبعد لقاء ابنة العم بهذا الصديق توافق عليه وتم الزواج وشكرت ربها على حلمه عليها حتى تغيرت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين